وعندما وقع بصري على كتاب الشيرازي هذا الذي جاء فيما يبدو رداً على كتابي قلت أنه لا يتناسب أبداً مع الذكاء الذي يتمتع به المرجع الكبير فعلاً هو رجل ذكي ورجل مطلع ويقرأ كثير يعني مرة قال لي قبل 40-50 سنة ما أتذكر قال لي أنا قارع 10,000 كتاب ببداية السبعينات يعني فهو هذا الكتاب إما اعتراف بالعجز وأنه ربما كتبه في محاولة للتبرأ مني تحت الضغوط الإيرانية التي اتهمته بعلاقة خاصة معينة معي أو أنه يحاول التأكيد على ما توصلت إليه يعني هو يرجي أي كتابي من خلال الرد الضعيف والضعيف جداً وإلا فإن كل من اطلع على الكتاب استغرب من أسلوب الشرازي في البحث يعني ما بي أي بحث ولا أي تمحيص والذي لا يتناسب مع طالب مبتدئ إذا قلت له اكتبنا مقالة عن إمام مهدي محمد المحسن العسكري يمكن نكتب لكم موضوع أفضل من هذا طالب صغير في البتدائية فكيف بمجتهدين أو مرجع تقليد ويعرف طرق البحث والكذا؟ شلون يكتب هكذا كتاب؟ خصوصاً وإن بين يديه كتاباً شاملاً يرد على كل تلك الروايات اللي يذكرها واطلع عليها فأنا متأكد ما طلع عليها هو ولا بد أن اتطلع على كتابي قبل أن يتعب أنامله في الرد فلماذا كتب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا المستوى اللا علمي؟ ولا بد هنا من الربط بين هذا الكتاب وبين نظرية الشرازي الأصولية وموقفه من المنهج الأخباري الحشوي الذي أدى به إلى التعامل مع قضية عقدية أصولية كقضية وجود الإمام الثاني عشر بهذه الصورة الحشوية الفريدة وقد كان لتلك النوافذ الواسعة أو في الحقيقة الأبواب الواسعة التي فتحها الشرازي على الأخبار أثر المهم على موقفه من قضية وجود الإمام الثاني عشر أنه بالتقليد بدون بحث ولا اجتهاد حيث تقبل كل الروايات والقصص الواردة حول الموضوع القصص الاسطورية دون أي نقد أو تمحيص أو دراسة أو مراجعة أو تفكير على الأقل واعتبرها من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ولذلك لم يستطع التمييز بين الحقائق والأساطير الدخيلة في التراث الشيعي وفي الحقيقة أنا أعتقد أنه هو كان يعني أي واحد يقرأ كتابي أكيد رح تتغير عنده النظرات ورح يطلع إذا ما كان باحث هذا باحث أمامه موجود رح ينظر فيه ويفكر فيه وإذا كان يريد يناقش أو يرد أو كذا كان يمكن يعني نقطة نقطة يرد على الكتاب بينما السيد الشرازي لم يفعل لماذا هذا يبقى سر في الحقيقة ولكني لو كان القسم يجوز لأنه أنا ما سامع من عنده لا أستطيع أن أقسم ولكني أجزم بالحقيقة أنه هو بعد يعني مناقشتي إلى وبعد إرسال الكتاب ويكتب بهذه الصورة أنه هو لم يكن يؤمن بوجود محمد بن حسن عسكري وإلا كان قدم أي دليل عليه فعدم تقديمه أي دليل والكتاب بهذه الصورة معناته أنه هذا يضحك يعني يريد يقوم بعمل إعلامي فقط أنا والله أؤمن بالإمام مهدي طيب يعطينا بحثك يعطينا أدلتك يعطينا براهينك فقط تكتب لنا روايات الجمعية منناه هناك وتقول لي أني ألف الكتاب عن الإمام مهدي وهذا خلص يمثل عقيدتي فاللي أمين إلا بالحقيقة هو أنه لم يكن يعني الصحيح كاتب في كتب قديمة ولكن بعد ما جرى النقاش والحديث هو لم يكن يؤمن بوجود الإمام الثاني عشر لأنه لو قال أنه لا أنا ما أؤمن به كل مرجعية ما لتتنهار كل جماعة ووكلاء وتلاميذة والإمبراطورية اللي عندها كلها تنهار وكلها تروح فكيف يقول أنا لا أؤمن لا أنا أؤمن بس بدون دليل ورغم كل الأدلة التي تضحف تضحف هذه النظرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا ما تصدقون كلامي روحوا إلى خليفتي يا سيد صادق الشرازي واسألوا واطرحوا علي النقاشات اطرحوا علي الأدلة البراهين واسألوا إذا كان يؤمن بالإمام الثاني عشر عن تقليد تقليد أعمى أم عن بحث واجتهاد وما هو رأيه بهذه الإشكالات الموجودة على الموضوع اذهبوا إلى ابن أخي ابن أخته سيد حمدق المدرسي إلى كل أحفاده وأقربائه الآخرين واسألوهم وناقشوهم هل تؤمنون عن وعي وعن أدلة وبراهين أو تؤمنون عن تقليد أعمى فقط تقليد أعمى لماذا؟ لأنه ما يصرف لهم ما يصرف ما يعترفوا بالحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته